السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم فوج عبدالعزيز مدرس رياضيات يا شباب تلت عدد ان شاء الله هنحل اختبار هندسة محافظة الوكس يا مستر لو سمحت بعد كل مسألة تحلها حط المسألة اللي شبهها علشان الطلاب تعرف كل الحلال من عناية والله كل طلباتك اواني السؤال الاول اختر الاجابة الصحيحة من بين الاجابات المعطاة رقم واحد دائرة متمم ونون متمسات من الداخل طول نصف كترة دائرة نون بتساو ثلاث سنتمتر وممنون بتساو خمس سنتمتر فان طول نصف كترة دائرة مين بتساو نقاط سنتمتر خدو بالكم يا شباب الدايرتان متمسات من الداخل يبقى ممنون بتساو نقوا 1 نقص نقاط 2 يعني هناط راح قطولاً نصفة كترة دائرتي بس خدو بالكم ازا كان ممنون اكبر من تساو نصف كترة دائرة اللي متدانه يبقى هجمع ممنون تساو نصف كترة دائرة المنяет طيب إذا كان ممنون أصغر من طول نصف كترة الدائرة اللي هو ممنون يبقى هطرح نصف كترة الدائرة ناقص ممنون خدوا بالكم يا شباب يلا بنا ممنون بتساوي ناق واحد ناقص ناق اثنين لأن الدائرتين متمساتين من الداخل ممنون من الدائرة خمسة هنا خمسة ناقص نصف كترة الدائرة ناقص ثلاثة يبقى نحطها الصغيرة الثلاثة ايه هنطرحها نطرح منها ثلاثة يدينا خمسة على طول كام يا شباب يبقى ناقص واحد بتساوي أجمع دي زادية ثمانية سنتمتر اكتف النقاط الثمانية خدوا بالكم الخطواء أنا جمحت هنا ليه لأن ممنون أكبر من طول نصف كترة الدائرة اللي هو ممنون ممنون يا مستر لقدنا السابعة يبقى ناقص ثلاثة الثلاثة الثلاثة متبعدتان بتسوي اربعة. يلا بيني. على طول انت مغمط بدل مدلك داريتين متبعدتان يبقى عدد الممسات المشتركة يسوي اربعة. يا مستر احنا عايزين نعرف كل الحالات وبالرسومات. كلامك اوامر يا دكتور. دول داريتين متبعدتان عايز ستعرف عدد الممسات المشتركة. هلجي ممس فوق وممس تحت وممسين على شكل حرف اكس. هعملها عاملة كمان قدامك. ممس فوق وممس تحت وممس على شكل حرف واحد كده. واحد كده. هزن كده مفهوم يا دكتور. عدد الممسات كام اربعة. داريتين متبعدتان. داريتين متبعدتان من خارج هلجي تلاتة بس. واحد فوق واحد تحت وواحد مشترك بين. من عند نقطة التماس. واحد فوق. واحد من عند نقطة التماس. واحد تحت. هزن مفهوم يا دكتور. عدد الممسات دلوقت كام تلاتة بس داريتين متبعدتان من الخارج. تلاتة. طيب داريتين متقطعتين. مش هلجي غل واحد فوق واحد تحت. يبقى يا دكتور. داريتين متقطعتين كعدد الممسة المشتركة كام. ما فيش غل اتنين يا دكتور. اتنين. طيب داريتين متبعدتان من الداخل. مش هلجي غل واحد بس. اللي هو من عند نقطة التماس. يبقى يا دكتور. داريتين متبعدتان من الداخل. عدد الممسات المشتركة كام واحد. اخر حالتين زي بعض. داريتين متداخلاتين او داريتين متحدات المركز. طبعا عدد الممسات المشتركة صفر. وهنا صفر. ما فيش ولا ممس مشترك بين. مفهوم يا دكتور. رقم ثلاثة. اذا كان الشكل هلبيه جيم دار ربعين دائرين. وكان كياس زاوية تقليب بتساويه سبعين درجة. فهنا كياس زاوية جيم بتساويه. طبعا يا شباب الربع الدائري ليه خواص كتير. بس هنا نلاحظ هاجم. ادين به دا المتقابلتين. تب الشكل الربع الدائري. كل زاوية متقابلتين منهوا متكاملتين برفع عليك. مدنا زاوية بسهولة اجيب الزاوية الثانية. ازاي اطرح الزاوية من 180. يلا بنا. مدنا كياس زاوية اطرح الزاوية. يا مستر. دي مسألة تفها خالص. عايزين مسألة يكون فا فكرة. ماشي يا باش مهندس مسألة فا فكرة. ازا كان الشكل هلبيه جيم دار ربعين دائريا وكان كياس زاوية بيه بتساويه ثلاثة سين وكياس زاوية دال بتساويه خمسة سين فانا كياس زاوية دال بتساويه نوع. هو مدنا كياس زاوية بيه ومدنا كياس زاوية دال. ايه العلاقة بينهم به سيبت حرف دال يبقى به ودال متقابلتين. واحنا عارفين مجموع ايه كياس زاوية المتقابلتين في شفر وبعه الدائري بتساوي مئة وتمانين دارش. اكتب كياس زاوية به زايد كياس زاوية دال بتساوي مئة وتمانين دارش. هاعوض. كياس زاوية بيه مدنا كام تلاتة سين. زايد كياس زاوية دال مدنا كام خمسة سي. بتساوي مئة وتمانين دارش. تلاتة سين زايد خمسة سين تمانية سين. بتساوي مئة وتمانين دارش. عايز اتخلص من مضروف في سين اللي هو تمانية عكس مانا عالتمانية وهنا عالتمانية. تمانية الروح يبقى سين بتساوي. 188 فارعشر. انا جبت سين بس وعس كياس زاود دال. كياس زاود دال ميدال كام خمسة سين. كياس زاود دال بتساوي خمسة سين. يعني اضرب خمسة. في سين اللي انا جبتها عشرة. بتساوي خمسين درجة. في غلطة هنا اولي. فعلا في غلطة. دهنا مية وتمانين على الثمانية. بحسبها على الثمنتاشر. هتطلع باثنين وعشرين ونص. يبقى سين اتنين وعشرين ونص. اضرب خمسة في سين اللي انا جبتها اتنين وعشرين ونص. بلان الحزبة. خمسة. في اتنين وعشرين ونص. بتساوي. مية وتناشر ونص. يبقى اكتب النقاط على طول مية وتناشر ونص. رقم اربعة. مسلس مساحته تلاتين سنتمتر مربع واحد ارتفاعاته ستة سنتمتر. فان طول الكاعدة المناظرة لهذه الارتفاعه نقاط سنتمتر. نعمل يا شباب كلنا نحفظين القانون. هنعود ونختصر. مساحة المسلس بتساوي نص طول الكاعدة في الارتفاع المناظر له. خدوا بالكم في الارتفاع المناظر له. لان فيه تلات قواعد يبقى فيه تلات ارتفاعات ارتفاعات مناظرة له. يلا بني. يبقى اكتب القانون مساحة المسلس. بتساوي نص طول الكاعدة في الارتفاع المناظر له. لازم توضع. هفدى عود. مساحة المسلس مدانة تلاتين. بتساوي نص طول الكاعدة. طول الكاعدة مش موجود اكتبها زماعية. يبقى نص طول الكاعدة. في الارتفاع المناظر له مدى هنا سبت. هلاحظ هذا. السبت بتقبل الجسم على الاتنين. يبقى اختصر. على الاتنين فالواحد. على الاتنين فالتلات. يبقى تلاتين بتساوي طول القاعدة. القاعدة. في تلاتة. خدوا بالكم انا ماشي بالترتيب. انا اكتب سنتيمتر ثاني. يا مست. عايزين مسألة شبهة. بس تكون فيها فكر. يا باش مهندس مسألة شبهة. وبردو يعني فكرة بس بسيط. مسألة المثلث. بتساوي نص طول القعدة في الارتفاع المناظر له. ابدأ اعوض يا باش مهندس. مساعة المثلث مدانا خمسين. بتساوي نص مضروبه في طول القعدة. طول القعدة مدانا كام عشرين. مضروبه في الارتفاع المناظر له خلاها زي ما ايه. هلاحظ نص وعشرين. عشرين بتقبل الجسم على الاتنين على الاتنين في الواحد على الاتنين فيها العشر. يبقى اكتب. خمسين بتساوي عشرة في الارتفاع المناظر له. خمسين بتساوي عشرة في الارتفاع المناظر له. طب عزا اتخلص من العشرة. ولكن العشرة مضروبه يبقى اكتب هنا على العشرة وهنا على العشرة. اختصر خمسين على العشرة في الخمسة بتساوي عشرة على العشرة تروح. يبقى الارتفاع المناظر له. الارتفاع المناظر له يبقى اكتب خمسة او الواحدة سنتيمتر. يبقى اكتب في النقاط خمسة. رقم خمسة. مربحته الكترو اتناشر سنتيمتر فانا مساحته نغط سنتيمتر مربع. نعمل يا شباب. كلنا نحفظين مساحت المربع عن طريقته الكترو. مساحت المربع بساوي نص مربع كترو. هدرب نص فيه. اكتب مربع كترو واختص. اولا اجيب المربع بعد كده اكتب على اتنين. يلا بنا. يبقى نكتب مساحت المربع. على فكرة فيه قانونين لمساحت المربع. طب القانون بتاعته الكترو هو بتساوي نص مربع كترو. بتساوي نص فيه. مربع كترو. كترو اتناشر يبقى اعمل اتناشر تربية. اعملي دلوقتي اجيب التربية. نص جماعية فيه. اتماشر تربية بمية اربعة واربعين. بتساوي نص المية اربعة اربعان يعني نكس المية اربعة واربعين على التنين. اربعة عالتنين فالتنين فالتنين. ارتو واحدة هتبقى سنتيمتر مربع. يبقى اكتب في النغة التنين وسبعين. هظن سهل يا شباب. يا مستر. والله سهلة بس عايزين واحدة تكون فيها فكرة تكون مرابحة الكتر 3 جزر 6 سنتمتر فان مساحة 1 سنتمتر مرابحة نكتب القانون مساحة المرابحة بتساوي نص مرابح كتر لان اكتبت القانون ده لانه متعزل مساحة من طرق كتر يبقى نص في مرابح كتر كتر 3 جزر 6 اضعه جوه كوس وعي الكوس تربيدي افك له التربيع نص في زماني في خدوا بالكم هنا في صحيف والجزر الربع الصحيف وربع الجزر مربع 3 التسعة في مربع جزر 6 التربية طار الجزر يتبقى 6 هلاحز زيد الوقتين الاتنين بتقبل الجسم عليها احنا واحدة من دول على الستة على الاتنين فى الواحد على الاتنين فى الاتنين فى الاتلاتة بقى 9 التربية بسبعة و عشرين والواحدة سنتيمتر مربع انا سيتقوم بعملها هنا المفروض مربع يبقى اكتب في نغة كامة 27 خطاوات بتتكرر مع اي مسالة رقم ستة مجموع كياسات الزوال الخارجة المسلس يساونه خدوا بالكم هاي لغبة تكفيدي مسلس زي مربع زي مستطيل زي معين زي شكل خماسي زي شكل السوداسي زي اي مضلع مجموع كياسات الزوال الخارجة لأي مضلع وانت مغمض تكتب 360 درج 3 اي مضلع مسلس مربع مستطيل شكل خماسكي شكل سباعي اي شكل مجموع كياسات الزوال الخارجة خارجة على طول 360 درج 精لية او اقت bell مسلس هو مسلس يعني ان مضلع على الماضلع يبقى مجموع كياسات الزوال الخارج المسلس هذا مغمض في مغمض كامي 360 درج تاب اذا جاب لك مجموع كياسات الزوال الخارجة للمربع كامي برضو 360 درج اذا اجاب لك مجموع كالسات الزهار الخارجة للشكل السوماني كام اكتب 360 درجة اي مضلع مجموع كالسات الزهار الخارجة 360 درجة فاهمين السؤال الثاني رقم الف فيها الشكل المقابل ميم الف بتساوي 5 سنتمتر عليها الف بي بتساوي 12 سنتمتر عليها احساب طول به دائر ولسه بيقول لك الف بي قطع مستقبل من المسل للدائرة ميم عند الف الف بي بتنسي الدائرة عند دائرة احساب طول به دائرة هنعمل يا شباب هنستغل المعطيات في معطيات برضو هنجيبها من راس طبعا لازم نستغل النظرات في صورس لان المسالة سكاء موجود طولة دلعائل قايمة بسهولة جيب الوطن انصف الاكتر من تساوي في الدائرة الوحدة يبقى على طول بيساوي بعض فضل الجزء التاني قال له ده أنا كده حالية المسال أنا على كده حالية المسالة بس لسه مخاطج الدرجة النهائية الدرجة النهائية من ايه أول حاجة بما أن مدنا في المعطيات ألف به مماسة يبقى ألف به كتعة مستقيمة مماسة للدائرة مين عند ألف مش مشكلة إذن نعرفين نصف القطر يكون عمودة على المماسة ونعند نقطة ماسي يبقى مين ألف عمودة على ألف به مين ألف كتعة مستقيمة عمودة على ألف به كتعة مستقيمة أعمل الزودي قايم تبا عمليه بعد كده أستغل نظرات في صغير إذن في المسالة مين ألف به موجود ضلع قايمة وضلع القايمة التاني عايز الوطر اللي هو مين به أقوم بها المين به بتساوي جزر كبيرة وجوه جزر موجب قابل الموجب أربع دلع القايمة منه مربع ال 12 يبقى 12 تربية أنا سيته عنك سالب ليه المفروض موجب موجب ليه لأنه وط بعد الموجب أربع دلع القايمة التاني خمسة تربية بالألة الحزبة هتلاقيها 13 سنتمتر مربع ال 12 14 مربع ال 25 25 أجمحه 169 جزرم 13 يبقى من به كلها كام 13 سنتمتر أعملها كلها 13 سنتمتر وشاهم كده وشاهم كده إن كله هو عايز دلوقتي بهدار الحتة دي تبجيبها زي لحظة إنه ميم ألف وميم دال أنصف أكتار يبقى أكتب بمأن ميم ألف بتساوي ميم دال بتساوي نق إذن ميم دال جد ميم ألف ميم دال بتساوي 5 سنتمتر يبقى دي كام يا شباب 5 سنتمتر خلاص أجيب بهدار بثواني خالص إذن بهدار بتساوي 13 سنتمتر كلها نقص خمسة الحتة لفوق بتساوي 8 سنتمتر شايفين البرهان داي بيخليك تاخد الدرجة كلها رقم به أرسم ألف بكتعة مستقمة طول 6 سنتمتر باستخدام الفرجار إرسم الدائرة التمر بالنقطتين ألف وبيت طول نصف كترها 5 سنتمتر كم عدد الحلوب قبل ما أعمل دي لازم نتناقش شوي لازم إيه نتناقش شوي إذا لقيت نقطتين بصفة عامة يمكن رسم عدد لنهاية من الدائرة طب إذا دالك طول نصف كتر الدائرة اللي عايز يرسمه والمسافة بين النقطتين يبقى كده لازم تحدد الشروط إذا كان طول نصف كتر الدائرة أصغر من نصف المسافة بين النقطتين يبقى لا يمكن رسم ولا دائرة وإذا كان طول نصف كتر الدائرة جد نصف المسافة بين النقطتين هنرسم دائرة واحدة بس طب إذا كان نصف كتر الدائرة أكبر من نصف المسافة بين النقطتين هيمكن رسم دايرتين خدوا بالكم في الحالات دي اذا كانت نصف كتر الدايرة اكبر من اكبر من نصف المسافة من النقطتين يبقى يمكن رسم دايرتين في كل حال بس عشان نعمل قلب به ونرسم الداير لازم نرسم محور التماسل هعرفكم ازاي نعمل محور التماسل يلا بينا يبقى والحاجة دينا قلب به طولها كان ستة سنتيمتر اعمل خط بالمسطرة طوله ستة سنتيمتر الصفرة هون والستة هون حددتهم ووسلهم ببعض كده عملت قلب به طوله كان بالضغط ستة سنتيمتر هنا الف وهنا بي طب انا عايز اعمل محور التماسل بالبرجة اللي اجيبه وافتحه اكبر من نصف المسافة بنالفه به احطس ان البرجة عنده الف هل كده ينفع ده مش جد نصف المسافة مش اكبر من نصف المسافة لازم يكون اكبر من نصف المسافة شايفين اكبر من نصف المسافة بنالفه ابنه اعمل قوس فوق وقوس تحت اعمل اعملت قوس فوق وقوس تحت ما تغيرش الفتح تروع عندي به وتعمل برضه قوس وقوس تحت ما تغيرش وما تغيرش الفتح قوس فوق هيقطع القوس اللي فوق في نقطة وكوس تحت هيقطع الكوس اللي تحت في نقطة اعمليه بعد كده اوصل نقطتين تقاطع النقطة دي بالنقطة دي يبقى هو دعم محور التمسل طب محور التمسل بيعمليه في الكتعة المستقيمة بيكون عمودي عليه من المنتصف يعني الزوية دي قيمة والحكتة دي جد الحكتة دي تبالي بكلها تلاتة يبقى دي تلاتة سنتمتر ودي تلاتة سنتمتر ايه الحلوة دي كده انا عملت محور التمسل اعمليه استهمين عشان ده مستقيم طب هو عاجل نقطة نصف كتر الدائرة نصف كترها كام خمس سنتمتر طب اعمليه با افتح البرجل خمس سنتمتر جد تنصف كتر الدائرة عند صفر احضت سن البرجل وعند خمسة سن الجلم رصاص هنا مش جلم رصاص ده هنا جلم عضو مش مشكلة سن الجلم وخلاص كده فتحت البرجل كام خمس سنتمين عند الف واعمل كوس فوق يقطع محور التمسل وكوس تحت يقطع محور التمسل تاني يا شباب كوس فوق وكوس تحت شايفين الكوس اللي فوق هنا بحدد النقطة بتاحته والكوس اللي تحت هنا حد النقطة بتاحته لان من كل نقطة دي هاعمل دايرة تنص في كترة خمسة سنتمتر حط عند النقطة هنا بس متغيرسي الفاتحة الفاتحة دلوقت خمسة سنتمتر ارسم انا من جبل مرسم هلاجهت مر بألف وبيه تعالوا نتأكد كيني مرت فعلا بألف ومرت فعلا ببيه كملي الدايرة كده رسمتي اول دايرة في دايرة تاني من عند النقطة لفوق تحط سن البرجة بس متغيرسي الفاتحة دلوقت خمسة سنتمتر من جبل وصلها هلاجهة فعلا تمر بالنقطتين ألف وبيه فعلا مرت بالنقطتين بالنقطتين ألف وبيه كملي الدايرة دلوقت يا شباب رسمت كم دايرة دا الدارة الفوق يعني تلاث تربع دايرة مشكلة والدارة التحت اهم حاجة عملنا مرت بالنقطتين ألف وبيه هلاحظ فيه كم دايرة دايرتين يبقى يمكن رسم دايرتين طول نصف كتره خمسة سنتمتر وتمر بالنقطتين ألف وبيه حيث ألف وبيه بتساوي 6 سنتمتر ليه يا شباب اكتب الشرط هنا لأن نق أكبر من نص ألف وبيه نص المسافة بين النقطتين يبقى يمكن رسم الدارتين في كل حالة أعزونا مفهومة يا شباب السؤال السؤال الثالث رقم ألف في الشكل المقابل لأنه مهمونون مهمونون دايرتين متمسة من الداخل في ألف مهمونون دايرتين متمسة من الداخل في ألف طولة نصف كتره كبير 10 طولة نصف كتره فإذا كان مساعة المثلث بهم يمنون 24 سنتمتر بهم يمنون اللي هو جوا ده اوجد طول الالبية عايز طول الالبية خدوا بالكم يا شباب إذا لقيت المثلث مفارج الزاوي يبقى ممكن يكون الارتفاع خارج المثلث ليه؟ لأن المثلث مفارج طيب المثلث بهم يمنون هلاقيه مفارج تعرف تقول ليه هو الارتفاع؟ هيكون الالبية طيب هو الارتفاع ليه؟ لأن الممازم يكون عمودي على نصف الكواتر الزاوي قايمة يبقى الالبية هو الارتفاع المثلث به ممنون خدوا بالكم من دين يبقى مساعة المثلث هتسوي نصف القاعدة في الارتفاع نصف ممنون في الالبية هجيب ممنون منين ده مش موجودة هجيبها عن طريقتهم نصفين بوتراهيم لأنهم متمساتان من الداخل يبقى ممنون بتسوي ناكو واحد ناكو اثنين كده حلت المثال بس والله لسه عايز الخطوات علشان تاخدوا الدرجة كلها يلا بينا اول حاجة هجول بما أن ممنون دائرتان متمستان من الداخل يبقى المسافة بين المركزين اللي هو ممنون ناكو هتسوي ناكو واحد ناكو 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 اثنين لدينا ممنون المَن يقول لي انه خرج المثلث. اقول لي ما ممكن يكون الارتفاع في المثلث المفرج الزوية خرج المثلث. يمكننا مساحة المثلث بمعنى مساحة المثلث به ممنون بتساوي. ستطبق القانون الاول. نصف القاعدة هنا ممنون في الارتفاع هنا يبقى مساحة المثلث به ممنون. نصف القاعدة ممنون في الارتفاع الارتفاع. ابدأ عود اذا. مساحة المثلث من هنا كام 24. بتساوي نصف. ممنون موجودة اربعة يبقى نصف في اربعة. في الارتفاع مش موجودة ده هو عيسى اكتفها زي ما ايه. هبدأ اختصر. اذا. اربعة واثنين جماعية بتساوي نصف اربعة. نصف الارتفاع كام اثنين. في قلب به. عايزة تخلص من الاتنين اللي هي مضربة في قلب به. اكسم هنا على الاتنين وهنا على الاتنين. يبقى ايه زي ما. اثنين على الاتنين تروح. طب اربعة واثنين على الاتنين فهتكام في الاثناشر. يبقى قلب به. بتساوي اثناشر سنتيمتر. وده اللي هو العايزة. طول قلب به الحتة دي اثناشر سنتيمتر. رقم به. في الشكل المقابل. البي كتعة مستقيمة. اتوازج جيمدال كتعة مستقيمة. بواجدية. اكيد الاستخدام. ازبتان كياس زاوية الف بها يدال. بتساوي كياس زاوية به. الجيم. الIF زاوية دي كله. بها. هنعمل يا شباب. هنستغل المواطنين. البي بواجه جيمدال يبقى قوسين المحصولون بينهم متساويين في الكاس. ونعرف ان اذا لايزين في الكاس يبقى الزاوية المحطية المقابلين لا متساوي في الكاس. هلاك الزواء دي بتسوي الزواء دي هضيف لهم في زواء مشتركة في النص دي هتدينا دي كلها دي هتدينا دي كلها خلاص المسألة تحلت بس أنا كده عايز أخذ الدرجة النائية مش هاخدها إلا بالبرهان يلا بي يبقى هكتب بمعنى القاس المتساويين في الكياس يبقى الزواء المحاطي المقابلة لها تسوي الكياس المتساويين في الكياس المحطيح بتساوي قياس زاوية. بهذا المحطيح. ليه? لانه محصران اقواس. اللي ان الاقواس المحصورة بين دلعيامة بتساوي في الكياس. طيب هادي فلوم زاوية مشتركة اللي هي الزاوية دي. باضافة. كياس زاوية اللي علاقو سند الجيم هيدا للطرفين. اذا. كياس زاوية الف هيدا زاد كياس زاوية جيم هيدا. علف هيدا جيم هيدا. هتدينا زاوية كلها. يبقى كياس زاوية الف هيدا. بتساوي. كياس زاوية به هيدا زاد كياس زاوية جيم هيدا. به هيدا زاد هيدا. شايفين دي. واللي هو عايزه. اظن اللفتين زي بعد بالزبط يبقى كده خط الدرجة باية بالخطوات. السؤال الرابع. رقم علف فيها شكل مقابل شكل ملغبة وشكله بالخطوات اللفتين. علف بي كده مستقيمة والكده سوى في الطول. سن متصف مس Medicine موجودة في نصف. علف بي. علف مهم recordedings in aher substance عمودي على المهم. مهمتي سوى على العاموديiper�v вот سات سين بيه يلهو دي كله بتسويك يا زوج سين سات جيم سين سات جيم يلهو دي برضو كله يبقى هنا عمله دلوقتي هنستغل المعطيات خدوا بالكم المسألة دي طويلة وشود وطران متسويين يبقى بعدهم متسوي بس هو دا بعد لين عمودي بس دا مش بعد لازم ازبتنه بعد سين منتصب البيه يبقى عمودي كده ازبتنه بعد خدوا بالكم الخطوات يبقى بعدهم متسوي ممسين هسون ممساد بس مم دال بتسوي ممه ايه لينهم انصف أكتار هنطرحوا من بعد هيددينه دي بتسوي دي جيبتي دي في سواتي طيب انا لسه قايل ممسين بتسوي ممساد يبقى الممسانة ممسانة متسوي الساكني يبقى زوجته القاردة متسويان في الكياش حلتها في ثواني بس يا لهوة هنكتبها برهان ازاي يلا نشوف البرهان ازاي لازم يا شباب اثبت النبوات بما ان سين منتصف سين منتصف مصف مصف وانحنا عارفين المستقيم اللي بيمر في المركز وعمود على الوطر وانصف الوطر يكون عمود عليه يبقى ايزان مصف عمود على البي مصف 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 كده اثبت النبوات لو ما امتلتها اعطانش بما ان البي بتساوي الجيم يبقى ايزا البعدوم بتساوي ايزا. ميم سين بتساوي ميم ساوي. ميم سين بتساوي ميم ساوي. اعمل ده رقم واحد بالوقت. طيب ميم ده نصف كتر و ميم هي نصف كتر يبقى بتساوي بعض. اكتب بمعاني. ميم ده بتساوي ميم هي. واعمل هنا انصف اكتر في الدائرة ميم. اعمل ده رقم اثنين. بالطرح واحد من اثنين ولا اثنين من واحد. خدوا بالكم بان اطرح الصغير من الكبير. ميم سين الصغير ميم ده اللي اكبر يجبه بالطرح اثنين من واحد. بطرح. اثنين من واحد. هو عب تجي عمل بطرح واحد من اثنين. لان بطرح الصغير من كبير. ميم ده الصغير من سين الكبير. ده نايلتاو اللي ايه هي بطرح واحد من اثنين. ميم سين الصغير و ميم ده سين الصغير من كبير. بتطرح واحد من اثنين. يلا نطرح الترف الايمان و نطرح الطرف الايصر. اذا نطرح الترف الايمي من سين شيل المهم دي من سين لليس للحطة دي كل هل يباجئ سين دي. ده الطرف الايمي ads من سات شيل المهم هي. من سات الحطة دي شيل المهم هي هذه الحتة كلها يبقى جيد سطح وده المخلوب اولا خدوا بالكم تاني انا كنت اغلق بس هي اغلطة بسيطة يعني بالطرح الصغير من الكبير الصغير واحد لانه ممسين والكبير اثنين لانه ممداد هنا برضو ممساد صغير من هاي الكبير يبقى طرح واحد من اثنين حتة صغيرة مش مشكلة تعالوا المطلوب التاني مطلوب التاني طويل شوية بما ان هنلسه قلل ممسين بتساوه ممساد ممسين بتساوه ممساد حكتبها تاني مش مشكلة ايزا ياريت اعمل هنا الشرطتين وهنا الشرطتين يبقى المثلث ممسين صاد متساوه الساقين يبقى زاويته القاعدة بتساوه بعضه في الكبيرس ايه هما زاويته القاعدة الزائري و الزائري يبقى ايزا قياس زاويت ديت اللي هي ايه ممسين صاد بتساوي قياس زاويت ديت اللي هي ايه ممساد صاد سين اعمل دي رقم ثلاثة قياس زاويت قياس زاويت قياس زاويت قياس زاويت قياس زاويت قياس زاويت ديت اللي هي ايه ممساد صاد لانا عملت كده عشان يكون الطرف الايمن مع الايمن والايسر مع الايسر مع بعض اعمل دي رقم اربعة بجمع ثلاثة واربعة بجمع ثلاثة واربعة ممساد صاد وممساد صاد انتقاب الله We have to add to each and live قیاد زاويت ساد صاد 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 بجمع ثلاثة قياس zest تريد وممساد صاد صاد سين ممساد صاد 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 هاتي بدان الزاوية دي كله. اللي هي الزاوية هي سين صاد جين. هي الزاوية. سين صاد جين. شايفين دي واللي هو عايزه ده. اظن دفين زي بعض. اكتب عليها ثانية. مسألة طويلة وعايز التركيز. بس خطوات بسيطة يعني ما هي الصعب. رقم به فيها الشكل المقابل. والله اسهل من اللي قبلها. شكله شكل الظريف وحل. الف دل بسيطة جيم. المثلث من الساوى الساقين. كيز زاوت الف جيم بها دل اربعين درجة عليه. كيز زاوت به تمانين درجة عليها. اجبتان الشكل الف بسيطة جيم دل ربع دل. اظن دي اسهل بكتر من اللي قبلها. استغل الموطيات. الف دل بسيطة الف جيم يقبل المثلث من الساوى الساقيني. بسيطة القاعدة بسيطة. دي قاعدة ودي قاعدة. ليه لاني بتقابل دل جيم. وبتقابل دلال. اجيب الرأس. اجمع الكاعدتان وطرح من 180. هلاقي مجمع المتقابلين 180. وعلى طول الشكل ربع دائده. يلا بي. يبقى شباب. ممكن تحلها في دماغك في ثانية. بس تلاقي نفسك مخطيش الدرجة الناية. ليه عشان الخطوات. بما ان. هو مدينة ايه. انا هكتب زي ما هو مدينة بالزبط. الف دل بتساوي دل جيم. الف دل بتساوي دل جيم. انا دل جيم الف. الزوديد دل الف جيم. الزوديد دل جيم الف بالسبعة. كل واحدة كمه 40 درجة. التخين على طول 40 درجة. عايزين الزوديد تلتة في المثلث يبقى ايزا. في المثلث الف دل جيم. قياس الزوديد دل بتساوي. موجود زوديدين يبقى من 180 درجة ناقص افتحكوز في مجموع الزوديدين. 40 درجة 40 درجة ناقص افتحكوز في مجموع الزوديدين متقبلين. كياس الزوديد دل. بما ان كياس الزوديد دل بتساوي. كياس الزوديد دل كام 80 درجة. كياس الزوديد دل كام 30 درجة. حدثة 180 درجة. يريد توضح وهما زويتان متقابلتان في الشكل 30 درجة ناقص افتحكوز في مجموع الزوديد درجة ناقص افتحكوز في مجموع الزوديد درجة ناقص افتحكوز. 30 درجة ناقص افتحكوز في مجموع ثم. انا مش عارف الغد الوقت ربعه دائري ولا لا تعالوا الاول نشتغل المماس هيتدينا زاوية مماسية وفي زاوية محطية مشتركة في الكوش يبقى يساوي بعض في الكياس طب تعال نشتغل التوازن هنلاك زاويتين على شكل حرفي الان يبقى يساوي بعض بالتبادل هستنتج ان الزاوية دي بيساوي الزاو دي لان اللي بيساوي المتساوي بيكون متساوي يلا بناشى بات انا حلتها في دماغي في سانية عايز اخذ الدرجة نائية بماني هستغل المعطيات به ده المستقيم مماس للدايرة عنده به هلاحظ فيه الزاوية مماسية والزاوية محطية مشتركة في الكوش اللي هو البي يبقى اذا كياس زاوي ده البيه آلف او آلف به ده واريت تكتب جنبها المماسية بتساوي كياس زاوي جيم ووقت بجنبها المحطية واريت عشان يبقى شكل مسألة حلم مشتركتان في الكوش اللي هو البيه كده عرضت ليه هم المتساويين نعم نعم ده رقم واحد طيب تعالي نستغل التوازي بمعننا سنصاد بوازي بهدال سنصاد كطحة مستقيمة ووازي بهدال مستقيم تعالين نشوف كتب كما يدنا في الظبط سنصاد بالضبط سأجد الزردان على شكل حلف Z الزردين يبقى يبقى يتساوي بعد يبقى اذا قياس زاوي سين بهدال سراق ستساوي كياس زاوي باستنصاد وربط جانبها بالتبادل انا عملت دي واحد اعمل لي اثنين من واحد واثنين سلقى في واحد الزردين بتساوي الزردين وفي اثنين الزردين يبقى على طول الزردين هتساوي الزردين اجم جايل ايزا. قياس زاوي بي سنسا. بتساوي قياس زاوي جي. وياريت وضح السبب اللي انت هتلاحظ دلوقتي. الزاوي خارج عن الشكل الربعي بتساوي قياس الزاوي داخل المقابلة المجارلة. قياس زاوي خارج عن الشكل الربعي اللي هو سنساوي قياس الزاوي الداخل المقابلة للمجارلة. يا لهو ايدا كله مش مشكل اهم حاجة ايه وضحت. اذا الشكل النوع يا شباب على طول ربعي دائري. قياس زاوي جيم ربعي دائري. ايه رأيكم وهو ده هو اللي عايزة. رقم به فيه الشكل المقابل. الشكل ملاغبط بس والله هتلاحوش الف بي شوعه وهو الف دائري عنده جيم. الف جيم وهو الف بير بيميث ودائر كياس زاوي دال عائل مكتوب عليه كياس زاوي wordpress 70 مكتوب عليه ازبت انا جيم بيه بتساوي جيم هي. جيم بيه بتساوي جيم هي. ازبت انا الف جيم بيه. الف جيم يواجه به. هنعمل ايه muita? اكيد هنستغلji المعطيات اخذوا بالكم في معطيات مكتوبة ومعطيات من الرسم ايه المعطيات اللي في الرسم دلوقتي؟ هل اجي الشكل الربعي دائري به جيم دالهي لين رؤوسه على الدائر طيب تعالوا مستغل المعطيات اللي في الرسم الف بيه و الف جيم كتعة 2 ممساتين ممكن اقول كتعة 2 ممساتين يبقى من سبين فطول لانه من نقطة خارج الدائر يبقى من سبين سبين ساو الساكين الموجود الرسم بسرعة يجيب كاس كل ذوي تقعد طيب الف جيم ممائس يجب كاس كل ذوي المحطين المشتركة في الكوب ذوي دي هتسوي ذوي دين طيب الشكل يدروا بعيدا دي و دي مجموح 180 اجيب دي في ذويين عايز اجيب الثالثة في المسالة دي هل اجي زويتين بيسوا بعض ايه الحلاوة دي كده اجيبته اخر حاجة هل اجي زويتين على شكل حرف اليو مجموح 180 درجة يبقى على طول الف جيم بيواجبه بس لازم على حرف اليو عند الف جيم و بيه اليو بين الضلعين الف جيم و بيه خدوا بالك حلتها انا في دماغك ثانية فقد راح اللاه البرهان يلا بنا يا شباب اول حاجة بمأن الف جيم بيه و الف جيم قطعتين ممستين بس هم الديناش بكطعتين ممستين هو قلين الف جيم شعاء و الف جيم شعاء ممسية نفسها الموضوع برضو كطعتين ممستين يبقى على طول بدلهم من نقطة خارج الدارة يبقى على طول بيسوا بعض فرق تبدو كالب جيم بold Alberto كانت ذلك يبقىف by في اقام الجيم محدة تبدو كالب جيم حلوة الết يحتم تساوي الراس موجودة اجيب الكاعدة ازاي اطرح الراس من 180 على 2 يبقى 180 درجة 70 درجة على 2 تساوي 180 على 70 110 على 2 فى 55 درجة جيبتي دي 55 درجة اكتب هنا 55 درجة وهنا برضو 55 درجة هاخد اي ممس منه هاخد الف جيم شعاء ممس اكتبوا بمعن بمعن الف جيم شعاء ممس للدائرة عند جيم اذا كياس ازاي الممسية هتساوي كياس ازاي المحطية لانه مشتركين فى الكوس اللى هو ايه به جيم اذا كياس ازاي قالك جيم به ويرات الممسية بتساوي كياس ازاي جيم هيه به ويرات المحطية اكتب تحتها برضو وضح مشتركتين في الكوس بجي بجي يبقى ايه 55 درجة برضو جايه والله 55 درجة اكتب الشكل به جيم داله رباع دائره اكتبوا بمعن بمعن الشكل به جيم داله رباعي دائره واحنا عارفين خاصية مهمة فى الرباع الدائره كل زاوتين متقابلتين مجموح 180 درجة ديت ودي مجموح 180 درجة تبدي موجودة اجيب دي ازاي اطرح دي من 180 درجة اقوم قيل ايزان كياس ازاي جيم به هتساوي هتساوي 180 درجة ناقص 125 درجة هتساوي 55 درجة اكتب على 55 درجة هتلاح ازاي دي الوقت دي 55 ودي 55 يبقى بسبعة اقوم قيل ايزان كياس ازاي جيم به بتساوي كياس ازاي جيم به بتساوي 55 درجة زاوتين بسبعة يبقى اضلعين المقابلين لهم بسبعة الضلع الضلع المقابلة بجي الضلع المقابلة جيم به ايزان هناختيفه جيم به بتساوي جيم جيم به مقابل الزاودي جيم به مقابل الزاودي جيم به مقابل الزاودي بسبعة وده المطلوب ايه اول مقابل الزاودي 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 فاكل اصدر من المطلوب الزاودي من المطلوب الزاودي من المطلوب الزاودي داخلتان داخلتان وفي نفس الجهة من القاطع يعني على شكل حرف اليو يا له يا مستر تم تقول على شكل حرف اليو خلاص لا يا حبيب على شكل حرف اليو بيننا وبين بعض لكن هنا لازم تكتب كلام ده بالزبط وهما زاويتان داخلتان وفي نفس الجهة من القاطع يبقى اذا المستقمين المرسومين عندها متوزين الف جيم شعاع بيوازي بهيكة طعا مستقيم اذا الف جيم شعاع يوازي بهيكة طعا مستقيم انا كنت انسى اعملها الشعاع الف جيم شعاع بيوازي بهيكة طعا مستقيم اذا هم مدنا بالزبط في المطلوب ده ويبقى الثانية يا شباب مسائل كلها مية مية ومراجعة للدروس لفاتة كلها